اختار مصري لمجلس الامن قبل ضرب سد النهضة وبيان ناري من العرب سد النهضة سيتحول لقضية حقوق انسان وضار الافتاءة المصرية وبيان عاجل عن التحرش الجنسي وهام تفاصيل قيام وزارة التربية والتعليم المصرية بتكريم مدرسا تعرض للتنمر في البداية صلى على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول اوزين نوصل الفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر واختار مصري المجلس الامن قبل ضرب سد النهضة هنقول الخبر مع بعض وهقول لحضراتكم تحليل بسيط على هذا الخبر وزير الخارجية المصري سامح شكري اعتبر ان موقف مجلس الامن من قضية سد النهضة ليس مفاجئا وانهم يعملون من اجل هذه النتيجة طوال شهرين يعملون من اجل هذه النتيجة تعود على ايثيوبيا يعني ايه وزير الخارجية المصري سامح شكري بيقول ان موقف مجلس الامن سد النهضة ليس مفاجئا يعني ان مصر هدامة عرفة ان مجلس الامن مش هيغير موقفه من هذه القضية فيعني اختارا لمجلس الامن قبل التعامل مع سد النهضة لو رجعنا لكلام الناطق باسم قوات المسلحة المصرية مبارح كان بيقول ان الجيش المصري لم يتنازل عن حقوق مصر وانه هيدافع عن حقوق مصر وانه لو مدفعش عن حقوق مصر التراب اولى بينا فالجيش المصري كلام واضح وان مصر تلجأ لمجلس الامن هو يعتبر يعني اختارا لمجلس الامن او عرض القضية على مجلس الامن لتعامل مصر مع سد النهضة هذا التحليم يوجد نظري الصحيح واشار ان مخرجات جلسة مجلس الامن الخميس المقبل سترتبب بالعلاقات وتنسيق مع الدول الاعضاء طرح قضية سد النهضة على مجلس الامن كان اتفاق مشترك بين مصر والسودان كما انه سبق على مجلس الامن احاطة لما تم من تطورات للتفاوض خلال العام وشدد على ان الخطاب ارفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكي يكون مستندا رسميا للامم المتحدة وقال ان التصريح الصادر من رئيس مجلس الامن نيكولا دوريفير بخصوص استكمال التفاوض السلاسي تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي كما ان هذا التعليق لم يؤخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا لفت ان الامر ليس به توقعات والموافقة على جلسة مجلس الامن يوم الخميس جاء بعد جهود واتصالات اشار ان هذه المرة الثانية التي يتم تناول قضايا مرتبطة بالمياه على مدى سبعين سنة المصدر معانا كان من RT كل اللي عاوز اقول لحضراتكم ان احنا ما نقلقش لان احنا عندنا جيش قوي وقادر والواجب مننا ان احنا نصق في الجيش المصري وفي قيادة سياسية لانهم ماشيين صح اترك لحضراتكم التعليق وبقرأ تعليقات حضراتكم لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الاحمر اسفل الفيديو ويلا ندخل على تفاصيل الاخبار ننتقل لخبر اخر معانا وبيان ناري من العرب عن سد النهضة سيتحول لقضية حقوق انسان رئيس بعثة الجامعة العربية في الامم المتحدة السفين ماجد عبد الفتاح اكد ان اجتماع مجلس الامن الذي سيعقد الخميس المقبل لمناقشة ازمة سد النهضة سيتخلى له استماع اطراف النزاع التلاتة وقال من المؤكد ان وزيري خارجية مصر والسودان سيحضران الجلسة بينما لم يعرف حتى الان حضور الوزير الاسيوبي من عدمه واضاف هناك تخوف صيني في مجلس الامن من ان يتم بحث قضية الانهار الدولية وبالتالي ارساء سابقة من قبل مجلس الامن يمكن الاستناد اليها فيما بعد في التعامل مع قضايا الانهار اوضح ان فيه شعور داخل مجموعة السبع وسبعين يشير لضرورة ابعاد مجلس الامن عن قضايا التنمية وعدم اصداره قرارا فاصلا ومن بينها قضايا المياه واللاجئين والهجرة وتغير المناخ ولفت عبد الفتاح الى ان سد النهضة قضية في الاساس تموية وهو ما تراعيه مصر والسودان ولا يوجد لديهما اي مانع تجاه اقدام اثيوبيا على بناء سد كمشروع تموي شدد ان اثيوبيا لا يمكنها فرض الملء والتشغيل وفقا لطلباتها دون ان تأخذ في الحسبان دول المصب ودون التواصل الاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد ولفت الى ان عدم التواصل الاتفاق يعني حرمان دولتين المصب من المياه وبالتالي تتحول من قضية تنموية الى حقوق انسان مشيرا الى ان مخاوف تهديدات الامن والسلم الدوليين من هذه الازمة يجعلها تدخل في اختصاص مجلس الامن المصدر معانا كان من ارتي وبحب اذكر المصادر بعد كل خبر بنقلو لحضراتكم لان في ناس بتقول لي فين المصادر يعني لو ركستم شوية هتلاقوني بقول المصدر بعد كل خبر وتحية طيبة لحضراتكم احب انتقل لحضراتكم لخبر تاني ودار الافتاء المصرية وبيان عاجل عن التحرش الجنسي دار الافتاء المصرية اكدت ان التحرش الجنسي حرام شرع اشارت ان هذا التصرف هو من كبائر الذنوب وجريمة يعاقب عليها قانون وفي تغريدة على تويتر قالت دار الافتاء التحرش الجنسي حرام شرع وكبيرة من كبائر الذنوب وجريمة يعاقب عليها قانون واضافت لا يصدر التحرش الا عن زو النفوس المريضة والاهواء الدنيئة التي تتوجه هماتها الى التلطخ والتدنس باوحال الشهوات بطريقة بهيمية وبلا ضابط عقلي او انساني وتابعت وقد عظم الشرع الشريف من انتهاك الحرومات والاعراض وقبح ذلك ونفر منه وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والاخرة سواء كان ذلك قولا او فعلا المصدر معنا كان من الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على تويتر وي ار تي احب برضو اسكر المصادر عشان ما حدش يجي في التعليقات ويقول لي فين مصادرك احب انتقل مع حضركم لخبر تاني وهام تفاصيل قيام وزارة التربية المصرية بتكريم مدرسا تعرض للتنمر وزارة التربية والتعليم قرمت يوسف صابر مدرس التاريخ بمدرسة الوقف للتعليم الاساسي في كفر الشيخ بعد تعرضه للتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي واهدم بوثينا كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ المعلم صابر مصحفا وسط اسرته والعمال والعاملين بالمطعم الذي يعمل به وعبرت كشك عن فرحتها به لانه امتنع عن الدروس الخصوصية واتجه للعمل مشرفا على العمال باحد المطاعم واستجابت لطلب نقله من مدرسة الوقف للتعليم الاساسي التي تبعد مسافة كبيرة عن محل اقامته ببلة الى مدرسة مجمع رخى للغات من جانبه عبر صابر عن اعتزازه بالتكريم الذي ناله من كشك ومن كل قيادات والمعلمين وتعرض الاستاذ صابر للتنمر عندما صورته احدى السيدات اثناء كنسه امام المطعم الذي يعمل به ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سخر منه لكونه معلما ويعمل مشرفا على عمال نظافة بمطعم ولقى هذا المعلم تعاطفا كبيرا معه من المتابعين وفي الاوساط الاجتماعية والعامة في مصر يعني عاوز اقول ان السيدة اللي صورت المعلم دي يعني سيدة للأسف يعني سيئة جدا العمل اللي هي قامت به ده يعني عمل تقوم به النفوس المريضة ربنا يهديها ويشفيها باذن الله المصدر معاما كان من ارتي واحب اقول لحضراتكم وااكد على هذه المعلومة الشغل مهما كان ادام بيجي بالحلال مش عيب والامر ده يعني المفروض مفيش اختلاف عليه يعني حبيت انقل لحضراتكم الاخبار اللي كانت معانا في الوقت الحالي اتمنى ماكنش تقلت حضراتكم اتمنى اكون يعني خفيف وعند حسن ظن حضراتكم اي تعليقات انا بقرأها ادام باحترام واي سؤال انا برد عليه شكرا جدا لحضراتكم كان معكم اسلام الامير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته